قال لي انت متجوز راجع انت مش متجوز خروف يبقى دول تراطب في البيت يا ابوسى على بيجلك ما تفتحش البيت اهلا بكم تعالوا نشوف القضية دي اللي حصلت في مركز طوخ محافظة القريبية انا هشرح القضية ومستنى تعليقاتكم هل اللي عملوه الاهل البنت ده صح ولا غلط لو كان صح قولي صح ليه لو كان غلط قولي غلط ليه طيب بس انا مش عايز حد يكتب تعليق غير بعد ما يفكر بروية ويفكر باهتمام ويحط نفسه مكان البنت دي او مكان الولاد ده نشرح الموضوع البنت اسمها مرام مرام بنت عندها تسعتاشر سنة مرام ممكن نقول عليها الكلمة اللي بتنطبق عندنا في مصر كلمة فارض يعني فارض يعني تلقى البنت سنها صغية لكن جسمها كبير مرام سنها تمنتاشر تسعتاشر سنة بس اللي يشوفها يقول في العشرينيات او في بداية جسم كبير البنت تحس فعلا كاملة من كله فبالتالي العين عليها في الوقت ده ابتدى يتردد على والدها واخوتها العرسان شي طبيعي اي بنت اي حد روح يتقدم لها بيدخل البيت زي اللغة الدرجة اللي بقول لها في الصعيد هنا البيت زي الجامع اي حد فيه جامع ممكن يقول لي واحد ما يدخلهش يصلي لا البيت بيت البنت زي الجامع اي حد يدخل يقد الفراعي التأديل الفراعي ده بالنسبة للبيت انه بيتقدم لها حسب الشرع ما بيقول وبيدخل البيت من بابه البيت كانت بترفض وده كان بيستغرب اهلها كانوا بيستغرب ايه اللي بيخلي مرام ترفض عرسان اللي محامي واللي طبيب واللي مهندس واحسن ناس وكله جاي على سمعة ابوها واخوتها عندها ست اخوات كلهم بسم الله ما شاء الله المتعلمين تعليم عالي مؤدبين جدا الاب راجل محترم جدا البنت الف من يتمناها وبالتالي اه كانوا بيستغربوا يا مرام انت عايز ايه البنت كانت حكي لامها ان هي على علاقة حب بشاب بس الشاب ده على قد حاله وفقير صحيح مؤدب واخلاق وكل حاجة لكن فقير واحنا عندنا بنقول في اللغة الدرجة الفقر مش عيد بس لما يكون واحد عنده بنت وبيتقدم لها عريس فقير صحيح الفقر مش عيد واخدوهم فقر هيغنوكم الله والكلام ده كله بس انا بنتي بنت ناس يعني ايه بنت ناس يعني ابوها راجل مهتدر واخوتها الستة من اسمه محترمين ومناصبه بتاعه يجي واحد طب وليه طب انا بنتها هيجيلها الاحسن يعني العب مش منقول الفقير ما يتجوز لا بس منقول ايه طب انا بنتي بوصرتها بوصرتها وبأهلها وباخوتها يجي لها الاحسن ايه اللي يخلي بنتي توافع على شاب فقير طب اهو مقدامها اللي هيجي احسن وكل اللي بيجي لها احسن منه صحيح موظف بس موظف على قد حقاله فامرام قالت ل والدتها ووالدتها قالت لها يا بنتي خلي هاني يتقدم لهو حبيبة وانا احاول اضغط على ابوك واخوتك ان ام يوفوا عليه ما دم انت بتحبيه الام اجمل شيء لما تكون الام سر بنتها يعني الابنت ما تخفيش حاجة عن امه هو ده المفروض اي ام كده تخلي بنتها ما تفتفتش برا ما تكلمش مع صاحبتها ما تكلمش على الفيس لا تقول له امها كل اللي جواها عشان بفيه علاقة الصداقة الام تقدر توجهها الصحة وغلط بالرموت كنترول بالخبرة ودي امها برضو خافة عليها والباد مدام البيت تحب امها وبتحكي لها الام طب عمرها ما هتفش سر بنتها والعمرها تفضحها عند ابوها والعند اخوتها والعمرها تضربها بس هتوجهها فعلا مرام اتصلت بهاني قالت له يا هاني تعال تقدم لبابا واخواتي وان شاء الله ماما هتحول تقنعهم قال لها والدك رجل يعني عصبي واخواتك قالت له لا انت دخل البيت من باب وفعلا هاني راح اشترى بدلة وراح ودخل البيت من باب ودحق الاب قبله خير يا ابني قال له يا عمي انا جاي اتقدم لمرام وانا موظف في الحتة الفلانية وانا من علف كذا كذا وعندي شائتي انا وامي امي قاعدة معايا يعني عايز يقول له ان يما هتجوز بنتك هتبقى امي معايا وده مش غلط طبعا مش عيب يعني طبعا الناس محترم ونص يعني ولاد اصول قال له خلاص يا ابني يسيبنا لما نسأل وردنا هيوصلك بعد يومي على اساس ان امه على كي يتصل به يقول له ايه كل حاجة اسمه نصيب يا ابني وبنتنا لسه صغيرة ولما تخلص تعليمها والكلام اللي ما بيجرحش انت عاف لما يكون واحد عايز يرفض عريس يعني اب عايز يطرده بس بشكل مهزب يقول له ايه يا ابني والله كل حاجة اسمه نصيب وبنتنا لسه صغيرة والبنت طلع في المقه العلام احنا مللقاش احسن منك والله بس البنت عايز اتكمل تعليمها والبنت لسه صغيرة ده لسه عندها 19 سنة تاب يا عم يعني انت الف من يتمناك وقولك نصفه حد تاني ان شاء الله بحيس ما يجرحوش يعني بعد الراجل ما ميشي الاب قاعد مع بناته وفجي ان الام داخله بتقول لهم يا جماعة مرم وافع العريس ده ايه رفض الطبيب وربض المهندس من عائلة فلان وعائلة علان واحسن عائلات البلد جولها بطوخ ومن الاليوبية وجاية توافع على واحد لانعرف له عيلة ولانعرف له اصل ولا فصله واقعد مع عمه في شاء او طم وصالة هي تعفق يا مرم يا مرم ماذا تاخذت مرم ايه يا بنتي قالت له اني موافع ده انت رفضت فلان اللي من عائلة فلان اللي عنده عربيته اللي عنده شاءته اللي عنده وظفته ورفضت الراجل اللي كان بيشتغل في السعودية موظف محترم محاسب في شركة من اكبر الشركات في السعودية وقال الشقة اللي هي عايزها عايزة تقعد في مصر تقعد عايزة تيجي معي السعودية تيجي رفضت احسن ناس في البلد واحسن عائلات جاية توفع عدد المشاك ضغر ده يا باب وراح سابته ومشي طبعا الاب والولاد ما اخدوش ورعاته في كلامه وراحوا منتصمين بالعريس يا هاني يا حبيب كل حاجة اسمه ونصيب وبنتنا لسه صغيرة ومتفكرش في الجواز دلوقت خلص الموضوع البنت قالت لهم يا ماما انا مشتجوز غير هاني تطلع تنزلي مشتجوز غير هاني الام تعمل ايه شافة بنتها بتقولها انا موت نفسي قلت لها يا بنتي شوفي انا عارفة ومجربة انا خدت ابوكي مش على حب وانا عايشة اتمرار معاه انتو الوحيدين اللي كنتو يعني الحاجة الوحيدة اللي صبرتني على عيشة ابوكي طوله عمره قاسي ومش تخليك توعد نفس الواعة دي انت لازمة تتجوز عن حب انا كنت دايما بتتمنى ان انا اتجوز عن حب اتعمل يا اوما اطلع خلص خلي هاني يكلمي راحت هاني مكلمها ايه والتيتة ولا يطنت ولا زي ما بيقوله هناك فتوخ اطلع انا هروح معاك وتجوز بنتي وانا هكون شاهدة على العالم بالفعل خدت بنتها شوف بقى الام لما بتكون يعني بتغفر بكل شيء عدد وتقاليد وزوج واولاد بتبع عاجة تسعد ابنها حتى لو كانت تمن حياتها خدت بنتها واستنت هاني وهاني جاه هو واهله وراحوا عند المازون وجوزت البنت باتنين شهود وعملولها فرح كله دا والاب والاخوات ما يعرفوش حاجة خالص لا الاب ولا ست اخوات ولا يعرفوا حاجة الواد عمل طبعا فرح قدام بيته وعشان يفرح العروسة واماها ما دلتش تحضر الفرح واماها ودتها عند المازون كتب وراوحت هي ولا كان في حاجة هو خد العروسة وعمله الليلة ولا بس فستان فرح وقافر وتصويره وزافة كبيرة والناس تباركوا الاب والاخوات طبعا مش جارين بحاجة مركز كبير فالاب بيجي اخر اليوم بيجهز العشاء قال لها ما فين امرأة قالت له ما رم يا فوضتها دخلوا الوضع ما فيش يا بابا دي الاب فين البنت فين حسر قالت له انت عايز منها مسك مراته ضربها قال مين قالت له بنتها خاص انا مش هخليها تعيشتها عيسة لعمرة مع واحد ما تحبوش هي بتحب هاني والنهار دا هي زفافها على هاني تخيلوا بقى اب من عائلة كبيرة وست رجالة ممكن يعيشوا طول عمرهم بيتعايروا ان بنتهم هربت واتجوزت بموافت امها والام ما عملتش اعتبار لا لجوزها ولا لولادها وجوزها وولادها تراطير في البيت مش هلتقل غير كده هي هلتقل ايه لما الام خدت بنتها من ايدها وديتها لحبيبها وكتبوا الكتاب وروحت ومش عام لا اعتبار لا لزوج ولا لأولاد دي بقى دول طراطير في البيت ايه الزوج طبعا اول ما عارف في دب 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 وقالت له خلاص هو اتجوز تاني والمازون اللي كتب له النهار دا فرحها وعملين فرح وافرح لبنتك افرح لبنتي نزل في الام ضربه والستة شباب مع ابوهم جيروا بسرعة على الفرح لقى الفرح انفض والبنت في شائتها مع العريس يعملوا ايهو دا السؤال بقى اللي انا بسألكم البنت متجوزة على سنة الله ورسول وبموافقة مين بموافقة امها يعني البنت ماشي يعني زي ما نقول كده اتجوزة علانية بمعزون بشهود بفرح بفستان بزفاب بكل حاجة لو انت اخوتها او لو انت ابوها تعمل ايه فيه ناس يقول لك سبق السيف والعزب مدام المازون كتب اصبحت على زم الجوزة لابوها ولامة ولا اي حد من اخوتها يقدر يتكلم وفيه اللي يقول لك لا بنتنا نجيبها وغزبا عنه يطلقها وفيه اللي يقول لك لها دا عار دا شاء عار طهر من البيته وتتجوز ناموتها هي والعريس يا ترى هتغطروا الحقيقة هاستنى كومنتاتكم بس انا اقول اللي حصل اللي حصل اللي حصل اللي عاب ابو مرام واخوته وولاده الستة راحوا هجمينها عشاءة ولا عريس في الدخول في ليه لقد دخلوته كان حوالي الساعة واحدة ونص اتنين في اللي عبالي الامن كانوا يعني بيستجوبوها لغاية معطرفه خبطوا على الباب دب 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 لعروسة في الوقت ده بتبوس على رجلين جوزة بوس على رجلك ما تكتحش الباب قال لها انت متجوزة راجل انت مش متجوزة خروف انت في اسمتي لابوكك ولاخواتك ولعلانك ولعلتك كلها يجرؤ ان ياخدوك منه ده على جوزة وشي طبيعي الراجل بيتكلم جد ما هو متجوزة ما هو هو متجوزة مش يقدر يحمى امراته طبعا واخده الشاهم اي واحد في موقفه كان لازم يفتح الباب بقى امان يعني اي حد في موقفه كان لازم يفتح الباب ده مراطي من كنت شقدر دفع المراطي دفع على مين ده عرض وشرف حتى لو كان ابوها ولا اخواتها فتح الباب نعم قالوا هات البنت بالسكات قالوا هم مراطي راح لقواتي الستة راحوا شايلينهم دخلينه جوه وراحوا واخدينه اختهم من عسرين في قط النوم كانت مغيّة لها دومها بلاك بسنها وراحوا واخدينها برا خليهم هم الاتنين في الصلاة وراحوا قفل الباب دب 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 فيهم هم الاتنين حالة الاتنين حالتهم دلوقتي في المستشفى الطوخ العام حالتهم ممكن نقول يعني لتصلح للحياة مرة اخرى منوك يتنظر الاب بيقول لك دعار ممكن ناسين يقول لك تتجاوزوا عشان الله هو رسوله عشان كيانا سألتكم السؤال ده هل اللي عمله لاخوات والاب من ضرب العروسة في حالة طبعا هي فعل العناية المركزة هي وجوزها في العناية المركزة هم الاتنين حالتهم صعبة جدا ولو طبا بيقولوا يعيشوا لما يعيشوش كلمة الانعاش دي الناس فاهمة كلمة الانعاش كلمة الانعاش يعني انعاش يعني انتوا حظة انت دخلت انعاش انعاش هيطلع ان مات خلاص انعاش خلت بالك فحالتهم صعبة هم الاتنين تم طبعا القبض على الاب وعلى الاولاد تبريرهم ده عرضنا وشرفنا لكن القوانون ما فيش حاجة يسمع ده متجوزين رسمي متجوزين عندي مأزو وفرح وليلة ومهرجانات فبالتالي ما تجيش تقول شرفك وعرضك لانها متجوزة تم توجيه طبعا تهمت اللي ممكن لأسف يعني افضع الى موت لكن هما لسه ماتوش وحاليا هما في مركز شرط الطوخ تحت سغطرة النياب الفكرة دلوقتي بقى هو ده السؤال اللي عمروه ده صح ولا غلط ولله الامر من قبل ومبعد اشكركم ترجمة نانسي قنقر